نفض عدد من جرح الجيش في مصر وقفة احتجاجية من مبنى السفارة اليمنية للمطالبة باستكمال علاجهم ودفع مستحقاتهم ونشد الجرحى رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة وزير الدفاع التدخل العاجل لانقاذ حياتهم وصرف الميزانية المخصصة لعلاجهم مستيكرين ما يطالهم من اهمال وتجاهل بعد التضحية التي قدموها في جبهات القتال اشتركوا في القناة